عندنا حاجة اسمها فوضى الاستفتاء وفوضى الافتاء ايه فوضى الاستفتاء؟ ان اي حد انا اسف يعني كلنا نحب سنة رسول الله سلم واللحية من سنة رسول الله سلم لكن ايه اللي حاصل؟ بقى فيه فوضى اسمها فوضى الاستفتاء اي حد ملتحي بيه نستفتيه انتو عارفين الزائرة اللي فيه اللي عندنا دلوقتي لو البنت اتأخر جوازها لو البنت حصل لها مشكلة في جوازها وعتطلق او لو واحد عازف عن الجواز وحاسس انه هو من جوه مكتئب على طول التفكير بيروح لفين؟ للجن لان اخوانا اللي حصل بسببهم الزائرة دي كان لازم يدخلوا كمان في عمق المجتمع فابتدوا يتكلموا كمان عن الجن وابتدى كل حاجة غير مبررة ننسبها الى الجن طب ايه اللي حصل؟ حاجة غير مبررة يعني جت على غير ترتبنا البنت تتخرج من الجامعة لابد ان هي تتجوز بعد سنة او اتنين لو تأخر يبقى معمول لها عمل الولد لو هو عازف عن الجواز لانه حاسس انه هو اعباء وهو حاسس انه ما عندوش طقطان ولا خل برضو الجن ولما ايجي حد يقول له ايه؟ يقول له جن مش مسكور في القرآن الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اهو قال له خلاص يبقى خلاص كل حاجة مسكورة في القرآن يبقى لازم تكون عند الناس اللي حصل كده وانتشر الناس دولة كالنار في الهشيم قعدوا ينسجوا خيالات تأسست لعقل الخرافة في الناس وابتدت الناس انا بسمها ظاهرة تجنين المجتمع لان ايه تجنين المجتمع؟ ان المجتمع يسيره الجن حصل ده؟ حصل ده بكسافة؟ بكسافة طب ايه سببه؟ شعبوية الدين لكن الاسف مش دولة بس اللي عبسوا كمان في ده في حد كمان في ظاهرة حديثة ظهرت من سنوات قريبة ايه اللي حاصل؟ يا جماعة انتوا من حقكم ان انتوا تفتوا لان دي حرية الرأي حرية الاختيار اختاروا اللي انتوا عايزينه طب هنعمل ايه في قوله تعالى؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لا احنا مش عايزين حد يتسلط على المجتمع حد يتسلط على المجتمع ازاي؟ ده الحقيقة ان ده والدور مجتمعي اه لا احنا مش عايزين حد يمارس الكهانة على الناس بس ده مش كهانة الناس لما كانت بترجع للمرجعية بترجع للمرجعية لسبب تاني خالص ايه السبب ده؟ ان في حد قام بدوره المجتمعي فالمجتمع قدره فبقى مرجعية ادي المسألة هو اصبح مرجعية لانه يقوم بدور مجتمعي الطرفين دولة اسسوا لشعبوية التدين لشعبوية الدين فادى ذلك الى الارضية والقعدة الذي انتشر بها التطرف في المجتمع عارفين مين اللي بيدعم المجتمع؟ اللي عنده فوضى في الاستفتاء وكمان بقى مقابل لي فوضى في الافتاء فكتير قوي كلام الناس بتفتي بيه لدرجة ان هي بتكفر لمجتمع تكفير اجرائي يعني هو ميقولش ان المجتمع كافر لكن هو بيقول المجتمع ده مش مسلم ليه؟ لانه لا يطبق الشريعة الكلام ده بقى كلام صعب قوي تخيل كده لما ييجي حد على دار الافتاء المصرية ويعمل ايه؟ يقول كده يكتب لهم انتوا هتفتوا اه على فكرة احنا بلفتي فانا قلت الاخوان المسكين السوشال ميديا عندنا في دار الافتاء هولي له اه احنا بلفتي دي مهمتنا ده اللي اقامنا الله فيه طب هو بيقول كده ليه؟ لانه اعتبر نفسه له الحق في الافتاء ونسي ان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقولوا لما تصفوا لسيناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فهو بيفتر على الله الكذب وكم من امام عرضت عليه مسائل في الفتوى فرفضت وقال لا ادري لدرجة ان بعضهم قال من قال لا ادري فقد افته افته يعني ايه؟ قام بواجبه وهو واجب ايه؟ بيان الاحكام الشرعية هو لا يدري ما الحكم الشرعي فقام بواجبه الذي اقامه الله فيه انه يبين من حكم الشرعي عايزين نوصل من ده الى ايه؟ بلاش اي حد يحاول يبتز او يستغل احساس المصري بانه زكي اللي هو بتبان بقى في ظاهرة الفهلوة وفي ظاهرة ان الناس بتحب تشارك تشارك يعني ايه؟ واحد يعني عم احتاج يعرف الحكم الشرعي فواحد سمع الكلام كده متلقبط هو مش قادر يفهم ان الفتوى مش هتكون ان انت تعرف حكم شرعي لان الفتوى فيها اضلاع في الضلع الاولاني ان انت تدرك الحكم الشرعي والضلع التاني ان انت تدرك الواقع والضلع التالت ان انت تدرك كيف تنزل هذا الحكم هذا الحكم على هذا الواقعة على هذه الواقعة ودي اشياء ما يعرفهاش غير اصحاب صنعت الفتوى لكن في حد بيستغل بعض مشاعر المصريين ومحبة المصريين أنهم يشاركوا مع بعض فأدى ذلك إلى إيه؟ إلى هذه الحالة من التفاتي يعني أن تكون هناك فتاوى متباء متقابلة ومتقارنة ولذلك بقى فيها إيه؟ ظاهرة كده اسمها التعليب الفتو فواحد يفتف واحد يجي يعل عليه طب ليه؟ عشان المجتمع يفضل في الصداع شكرا